السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الثالثة الفرض الاول في الدورة الثانية مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس ستجدونا صورة هذا الفرض بصيغة pdf في صندوق الوصف اذا نبدأ على بركة الله اكمل الجدولة بما يناسب اذا المطلوب ذكر معلمة تاريخية للدولة الادريسية اذا معلمة تاريخية للدولة الادريسية اذا جامع القرويين جامع القرويين معلمة تاريخية للدولة المرابطية القبة القبة المرابطية اذا معلمة تاريخية للدولة الادريسية جامع القرويين معلمة تاريخية للدولة المرابطية القبة المرابطية أكمل بصحيح أو خطأ ظهرت الدولة الإدريسية بمنطقة شنقيط إذن هذه المعلومة خاطئة قبيلة أوربة هي التي ساعدت المرابطين قبيلة أوربة هي التي ساعدت المرابطين أيضا هذه المعلومة خطأ عبد الله بن يسين هو مؤسس الدولة الإدريسية إذن خطأ أول دولة ظهرت بالمغرب هي الدولة الإدريسية نعم صحيح أول دولة ظهرت بالمغرب هي الدولة الإدريسية إذن ظهرت الدولة الإدريسية بمنطقة شنقيط معلومة خاطئة قبيلة أوربة هي التي ساعدت المرابطين خطأ عبد الله بن يسين هو مؤسس دولة الإدريسية خطأ إذن مؤسس دولة الأدارسة أو الدولة الإدريسية هو المولى إدريس الأول أول دولة ظهرت بالمغربية الدولة الإدريسية نعم صحيح أكمل بالمعلومات المناسبة إذن مؤسس الدولة الإدريسية هو كما قلت المولى إدريس الأول المولى إدريس الأول عاصمة الدولة الإدريسية فاس عاصمة الدولة الإدريسية فاس زعيم المرابطين هو يوسف بن تاشفين يوسف بن تاشفين عاصمة الدولة المرابطية هي مراكش مراكش إذن مؤسس دولة الأداريسة هو المولى إدريس الأول عاصمة الدولة الإدريسية فاس زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين عاصمة الدولة المرابطية مراكش ننتقل لمكوينة الجغرافية أذكر أسماء الوجهتين البحريتين للمغرب إذن يتوفر المغرب على وجهتين بحريتين هما البحر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي المحيط الأطلسي إذن يتوفر المغرب على وجهتين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي إذن أكمل بصحي أو خطأ الكثافة السكانية هي عدد السكان في المغرب إذن الكثافة السكانية هي عدد سكان إذن هذه المعلومة خطأة إذن الكثافة السكانية هي عدد السكان والمساحة إذن خطأة يصل المعدل الوطني للكثافة السكانية بالمغرب إلى خمسة نسبة في الكيلومتر مربع نعم صحيح ترتفع الكثافة السكانية في المناطق السحراوية إذن هذه المعلومة خاطئة إذن ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الشمالية حيث الجو متديل وتواجد الشركات ونصانع إلى غيرها من العوامل إذن تؤثر عوامل تداريس المناطق للكثافة السكانية نعم صحيح الوجهتين البحريتين توفران للمغرب عدة موانئ بحرية نعم صحيح إذن الكثافة السكانية هي عدد سكان في المغرب خطأ يصل المعدل الوطني للكثافة السكاني في المغرب إلى خمسون نسمة في الكيلومتر مربع نعم صحيح ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية خطأ تؤثر عوامل التداريس والمناغة للكثافة السكانية نعم صحيح الواجهتين البحريتين توفران للمغرب عدة موانئ بحرية نعم صحيح إذن أذكر اسم أكبر ميناء بالمغرب إذن اسم أكبر ميناء بالمغرب يوجد بطنجة واسمه ميناء طنجة المتوسطة ميناء طنجة المتوسطة ننتقل لمقومنا التربية المدنية سؤال رقم واحد أذكر بعد مدار التدخين إذن للتدخين مدار عديدة هناك المشاكل الجماعية الأمراض والمشاكل المادية إذن بعد مدار التدخين المشاكل الاجتماعية الإصابة بالأمراض السرطانية الأمراض السرطانية والمشاكل المادية مشاكل مادية إذن بعد مدار التدخين المشاكل الجماعية الأمراض السرطانية والمشاكل المادية أكمل ملء الجدولي بما يلي الترفيه توفر معلومات التحرش الإدمان التواصل الإشاعة إذن هذه المصطلحات سوف نملأها في هذا الجدول ونقسمها إلى مزايا الإنترنت ومخاطر الإنترنت إذن الترفيه الترفيه هو من مزايا الإنترنت إذن الترفيه نكتب الترفيه توفر المعلومات توفر المعلومات أيضا من مزايا الإنترنت توفر المعلومات التحرش من أخطار الإنترنت التحرش من أخطار الإنترنت الإدمان أيضا من أخطار الإنترنت التواصل من مزايا الانترنت والإشاعات من أخطار الانترنت إذن مزايا الانترنت الترفيء توفر المعلومات التواصل مخاطر الانترنت أو أخطار الانترنت التحرش الإدمان والإشاعات أجب بصحيح أو أخطأ إذن في الانترنت أتوصل فقط مع من أعرفهم جيدا نعم صحيح لا اتواصل مع من الغرباء او مع من لا اعرفهم اتواصل فقط مع من اعرفهم جيدا اعطي عنواني لكل من يطلب خطأ اذا هذا من مخاطر الانترنت ان اعطي عنواني لكل من يطلبه مني التدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة خطأ التدخين مضر بالصحة يمكن استعمال الانترنت منذ سن العشر سنوات اذا لا يمكن استعمال الانترنت لوحدنا منذ سن عشر سنوات اذا هذه المعلومة خاطئة بل تحت رقابة الكبار او رقابة الوالدين الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم وعيدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة